السلام عليكم يا أصدقاء أنا أدعى حمادة في السادسة والعشرين من عمري أسكن مع أمي ليس لدي إخوة وتوفي أبي بعد ولادتي بعامي استيقظ يا حمادة سوف تتأخر على مقابلة العمال استيقظت بفزع قائلا يا إلهي لقد أخبرتك يا أمي أن تقذيني مبكرا إنها مقابلة العمل الثمين عشر في كل مرة يتم رفضي لا تقلق يا عزيزي سوف يتم قبولك هذه المرة أنا أشعر بالتفاؤل هيا ارتدي ملابسك ارتديت ملابسي وخرجت سريعا من المنزل قابلت أمامي سيدة أماني جارتنا في المبنى قائلا لا تقلق يا حمادة سوف تنجح في مقابلة العمال كان لدي أمل أن أراك يا سيدة أماني وبالطبع يا أمي من أخبرتك وأخبرت جميع السكان أنني ذاهب لمقابلة عمال ضحكت قائلا فقط لا تنسانا بعد أن يتم قبولك دخلت منزلها وأكملت نزول الدراج حتى خرجت من المبنى وفجأة شعرت بماء يسقط علي نظرت لي أعلى وجدت أم عبير جارتنا في المبنى قائلا معذرة يا بني لما أراك لا تقلق إنه ماء تنظيف الملابس لا بأس يا أم عبير سأعود لأبدل ملابسي بالتأكيد لن تذهب لمقابلة العمل وأنت بهذه الحالة سيتم رفضك مثل الثامنة عشر المرة السابقة عدت إلى المنزل مرة أخرى فتحت لي أمي وبمجرد أن رأتني قالت ضحكة هلم تكبر على هذه الأفعال يا فتى أمي لا أنا لم أفعلها إنه قاطعتني قائلا لا تخجل أنا والدتك هيا اذهب وبدل ملابسك أمي ليس كما فهمتي لقد سجبت أم عبير ما أتنظيف الملابس علي ضحكت أمي أكثر تركتها ودخلت بدلت ملابسي وركضت إلى الخارج أخذت سيارة أجر وأخبرته بعنوان الشركة كان السائق يقود ببطء رغم أن الشارع فارغ من فضلك هل من الممكن أن تسرع قليلا لأنني متأخر؟ هل أسرع؟ ونتعرض لحادث ونموت جميعا؟ لا ولكن الشارع فارغا أمامك لا بأس إن أسرعت قليلا لن يحدث شيء هذا أسرع ما لدي ولن أزيد سرعتي لم أتحدث حتى وصلت بأعجوبة إلى الشركة وبمجرد ما خرجت من السيارة انطلق السائق بأسرع ما لدي حتى اصطدم بعمود إنارة ركضت سريعا إلى داخل الشركة مرحبا لدي مقابلة عمال أجل تفضل بالجلوس حتى أخبر سيد عرابي جلست وبعد دقائق سمحت لي بالدخول نظرت له بصدمة قائلا أنا لا أصدق الزعيم عرابي قائد الثورة العربية ماذا تقول يا رجل أرست أنت حمادة أباض الذي لديه مقابلة عمالي الآن؟ أجل أيها الزعيم حسنا أخبرني اسمك والسنك وعملك السابق لم أتحدث وأخرجت هاتفي لأتصل بأمي فأوقفني سيد عرابي قائلا ماذا تفعل يا سيد حمادة؟ أتصل بأمي لأسألها عن الأشياء التي أخبرتني عنها أنت تمزح ممنوع استخدام الهاتف أثناء مقابلة العمل هيا أخبرني اسمك والسنك وعملك السابق وضعت الهاتف بجيبي وقلت اسمي حمادة أباضة عمري 26 سنة ولم أعمل مسبقا غريب كيف بسن السادسة والعشرين من عمرك ولم تعمل مسبقا كان لدي بعض المشكلات ولكن تم حلها حسنا أين ترى نفسك بعد خمسة أعوام؟ انتظر سأسأل أمي أخرجت هاتفي سريعا واتصلت بأمي قائلا أمي صاحب العمل يسألني أين ترى نفسك بعد خمسة أعوام؟ أخبره في المنزل جالسا مع والدتي نأكل الحلوى بالطبع لا يا أمي لقد حذرك الطبيب من تناول الحلوى لأنها تتعبك وقبل أن تجيب أمي وجدت السيدة عرابي يطرق بشدة على مكتبه قائلا أغلق الهاتف أخبرتك أنه ممنوع أثناء المقابلة أومأت له وقلت لأمي عبر الهاتف إلى اللقاء يا أمي صاحب العمل غاضب الآن أغلقت الهاتف ونظرت له قائلا أعتذر عما فعلت هل تدخن؟ أخرج سيجارته فأخرجت الولاعة سريعا وفجأة وجدت الدخان يخرج من ذقنه بدأت أطفئ النيران التي أمسكت في شاربه وهوي الصراخ وبعدما أطفأتها قلت له أعتذر أعتذر ولكن لا تقلق لم يشوه وجهك مازلت واسما كما أنت وماذا عن شاربي هل هو بخير؟ تقصد شارب الزعيم عربي أجال هو فقط أصبح نصف شارب لا تقلق هذا من ضمن صيحات الموضة مؤخران وقبل أن يتحدث دخل الشاب وهو يحمل فنجانين من القهوة أخستهم منه قائلا لا تتعب نفسك سأقدم أنا القهوة لسيد عربي تفضل وقبل أن أكمل حديثي سقط فنجان القهوة من يدي ووقف السيد عربي الصرخ قائلا ساخن يا إلهي ساخن ساخن أخست كوب الماء وسكبته على السيد عربي سريعا حتى يهدأ قليلا من حرارة القهوة صرخ السيد عربي قائلا أخرج من الشركة الآن أنت مرفوض لماذا أنا أخبرتك أن تخرج الآن وإلا؟ وفجأة سمات صوت أمي تقول وإلا ماذا يا سيد عربي أخبرني ماذا سوف تفعل بابني أمي ماذا تفعلين هنا؟ أصمت يا فتى وانتظرني في الخارج خرجت دون حدي وتاركت أمي مع السيد عربي وبعد الدقائق خرجت أمي قائلا مبارك يا حمادة لقد تم قبولك في العمل أخيرا صرخت بفرح وفجأة انفجرت مصابح الشركة كلها وحل الظلام قالت أمي حتى مصابح الشركة تالفة هيا يا ابني نعود للمنزل ذهبنا إلى المنزل وقبل أن أدخل للمبنى وجدت أمي تقول بصوت مرتفع يا ناس اسمعوني ابني العاطل تم قبوله في العمل اليوم ولن يصبح عاطلا بعد الآن أمي توقف لا تفضحينا هيا ندخل للمنزل لن أدخل إلى المنزل قبل أن يعلم الجميع أنك أصبحت موظفا في إحدى الشركات بدأت أمي تغني والجميع يغني ويصفق معها حتى دخلنا المنزل ماذا فعلت مع السيد عربي كي يوافق؟ إنه السر المهنة هل تشكك من قدرات والدتك يا فتى؟ لا يا أمي ولكن كيف فعلتها؟ ضحكت أمي وقالت أخبرتك أنه السر كما لا تنسى هناك حفل عيد ميلاد في منزل سيد عربي وقدع زمن حفل عيد ميلاد من؟ لا أعلم ولكن ربما ابنه دخلت غرفتي وبدلت ملابسي وخلطت للنوم وفي اليوم التالي بعدما تناولنا الغداء قالت أمي هيا ارتدي ملابسك حتى لا نتأخر على الحفل حسنا يا أمي ولكن هل سنذهب هكذا دون إحضار هدية؟ بالطبع لا يجب أن تحضر هدية جيدة لكي يوجب بك المدير كما أن هذا ثاني طعام بينكم ويجب أن تصلح ما أفسدته سابقا معك حق وأنا علمت ماذا سأجلب له ارتدينا ملابسنا وذهبنا لحفل عيد الميلاد وقلت لأمي سأذهب لأعد المفاجأة ابقي هنا لن أتأخر تركت أمي وذهبت وبعدما انتهيت من تحضير المفاجأة ذهبت إلى الحفل ولكن لم أدخل ظللت واقفا في الخارج أنتظر الوقت المناسب وبمجرد أن أطفأ الأضواء علمت أن هذا هو الوقت المناسب صعدت فوق الدراجة التي جلبتها هدية ودخلت إلى الحفل قائلا يوم ميلاد تعيد كانوا ينظرون لي بصدمة وقال المدير سيد حمادة ما هذا؟ إنها هدية صغير أعلم أنها ليست من مقامه ولكن أتمنى أن تعجبه من هذا الصغير وتعجب من؟ صاحب الحفل وفجأة وجدت السيدة تقف بجواره قائلة بصراخ من هذا يا عربي؟ لقد أتلف حفل عيد ميلادي من أنت ولما تصرخين لمديري هكذا؟ قال السيد عربي توقف هذه إهانة ألم يكفي بأنني قمت بإزالة باقي الشارب الذي ضللت طيلة حياتي أحافظ عليه؟ بل تأتي وتفسد حفل عيد ميلادي زوجتي وما هذه الهدية؟ أحضرت لزوجتي درجة أطفال؟ أخرج قبل وقبل أن أكمل حديثة سمعت صراخ أمي ركضت إليها وجدتها جالسة بالجوار طاولة الحلوى قلت لها أمي ماذا حدث يا إلهي؟ ألم يخبرك الطبيب أن لا تكثيري من الحلوى؟ قال السيد عربي خذ والدتك واخرج من منزلي الآن حسنا سنخرج وسنتحدث غدا في الشريكة لا تأتي أنت مرفوض يا حمادة قبل أن نخرج أخذت قطعتين من الحلوى وركضنا إلى الخارج قالت أمي أنت قطعة وأنا قطعة لا تكن بخيلا مثل والديك أمي لقد أكلت الكثير أتركيها لي أخذتها من يدي وبضعتها في فمها وضحكات ماذا سأفعل الآن يا أمي؟ لقد تردت من العمال هل هذه أول مرة يتم فيها طردك من عمال؟ لا لقد تم طرد ثمانية عشر مرة سابقا حسنا لما أنت حزين؟ ليست هذه أول مرة معك حق هيا لنتسابق من سيعود للمنزل أولا هو الفائز ركضت وأنا أستمع لصرختها وهي تحاول أن تلاحقني وهنا تنتهي قصتي مع العمال أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة